الامام امير المؤمنين سلام الله عليه بلون مؤرقين كان عند اربعة دراهم تصدق بدرهم شرا وبدرهم علانية وبدرهم ليل وبدرهم بالنهار نزلت الاية الكريمة الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار شرا وعلانية يعني اللي يجود بما عنده برغيفه يجود بقوة طعام يرجع الى البيت يد من وراء ويد من امام وما يحمل من الطعام شيء ويتصدق بالطعام للبائش نعم شو يقول له واحد من الشعراء ايها المال ما خدعت عليا حسبه من بلغة لعشائه تصور هذا اللون من الكرم اللي ينتهي به الى ان يجود برغيفه طيب اكو بعض الناس عنده لا شبب العظم ان الانشان اذا عنده اموال هذا يعتبر عظيم علي بن ابي طالب وصل بالامر الى درجة كان يشتنبط العين من الماء ويصلح الارض ويبيعها ووصل الامر الى درجة بعض ضياعة ضيعتين من ضياعة دفع بيها معاوية للامام الحسن مليونين درهم قال لا انا اشتريها منك مليونين قال الامام انا لا ابيع ما تصدق به ابدا هذا الرجل جميع الاموال اللي كانت عنده وفي خارج ايام الخلافة وفي ايام الخلافة انتهى الامر الى ان تكدش بين يديه تلول من الذهب والكضة يصنفها بعود بيده ويقول يا صفراء يا بيضاء غري غيري الي تعرفتي ام الي تشوفتي ايها فامدك قصير وزادك حقيق يا علي اشل الدنيا وعوالم فوق صدرك سوف اعش اليتام فوق اشل الدنيا وعوالم فوق صدرك اشل الدنيا وعوالم فوق صدرك